أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتماما مملكة البحرين بتبني الخطط والبرامج الدعمة لآفاق التنمية المختلفة مع التركيز على المبادرات التي تعزز الأمن البيئي وتكريسها كثقافة عامة في المجتمع ولفت السموه إلى أن ربط الخطط الوطنية الموجهة لحماية البيئة بالأهداف الدولية يؤكد حرص مملكة البحرين على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود العالمية الهادفة لتحقيق الأمن البيئي معربا سموه عن الاعتزاز بالجهود التي تبدلها الكوادر الوطنية التي تتولى تنفيذ مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربونية والتي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة من خلال زراعة شجرة بقصر القضيبية والذي سيكون من الثامن والعشرين من أكتوبر لغاية الرابع من نوفمبر من كل عام وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث أكد سموه أن أسبوع الشجرة سيكون رافدا لخطة التشجير من خلال فعلياته المختلفة والتي ستسهم في تعزيز تعاون الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين والمقيمين وكافة أعضاء فريق البحرين لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التشجير ومنها أهداف الخطة بزراعة ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة حتى العام الفين وخمسة وثلاثين معربا سموه عن الشكر والتقدير لمختلف الأفراد والجهات والتي تتولى مسؤولية تنفيذ خطة التشجير وتحقيق الأهداف المنشودة على صعيد تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تولاهتماما كبيرا عند تنفيذ المشاريع والخطط ضمن مسارات التنمية المختلفة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها في مختلف مراحل التنفيذ بما يصب في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لمملكة البحرين مشيرا سموه إلى أهمية موصلة مراعاة عمليات التشجير والتخضير في كافة المشاريع بما يسهم في دعم الأهداف الموضوعة للقطاع البيئي وتحقيق التزام مملكة البحرين بالوصول للحياة الكربونية بحلول عام 2060